السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد نتكلم به عن آلية وضوابط التقديم وقبول الطلبة العشرين بالمئة للأوائل من خريجي المعاهد اللي يعزم شهادة الدبلوم في الجامعات الهلية ألف يكون قبول خريجي المعاهد في الجامعات والكلية الهلية ذات الاختصاص المناظر لدراستهم وعلى وفق ضوابط القبول تحتسب نسبة عشرين بالمئة الأوائل لكل اختصاص على أحده مع جبر كسر العدد لمصلحة الطالب مثلا في الاختصاص الذي يكون فيه عدد خريجي الدول الأول 43 يتم ترشيح 9 طالب تمام يعني هذا 43 إذا أخذلها 20 بالمئة خلا سواء كمال سنطلع الكالكوليتر تمام إذا كان عندنا 43 طالب تمام رح نضربهم نطلع الـ 20% مالتهم شكيت هاي الـ 20% مالتهم طلعت اللي هو 8.6 تمام فالـ 8.6 مع كسر مع جبر الكسر رح صغير 9 فيرشيح 9 طالبه تمام يعني إذا تشعرنا مثلا عندي عندي فد أقل فد 10 طلاب فيأخذون 20% من هال 10 طلاب وإذا أنه كان مثلا ثماني بوينت خل نقول ثماني بوينت خمسة رح يصيرون 9 أوكي أو ثماني بوينت أربعة ما يصير في يقون 8 فعموما واضح شر هالنقطة يصبح لكم حتى رياضيات النقطة اللي باعتها من الممكن شمول خريجية الدور الثاني وللحالات التي تم فيها تأجيل امتحار الدور الأول إلى الدور الثاني لأسباب موجبة حتما وبحسب ما جاء بالفقر 10 من تألمات امتحانية رقم 134 سلة الألفين النافذة على ألا تقل معادلاتهم على الحد لأدنى المعدل المعدل المقبول في الدور الأول بنسبة قبول بنفس النسبة القبول أعلى أيضا ثالثا لا يحق للطالب الجمع بين الدراسة والوظيفة في الدراسة الصباحية تعفون أن هناك بعض الأشخاص اللي هم من خريجي معاهد أو يديشونهم بالمعاهد عدتهم أشغال أخرى تمام فأما يكون ينخرط بالدراسة أو بالوظيفة بالدراسة الصباحية هذا كل ما يخص يعني نسبة العشرين بالمئة من خريجي المعاهد ومدى قبولهم وآلية وضوافت قبولهم في الكليات الأهلية